كما هو معلوم أنه وإحنا موجودين هنا في شرم الشيخ وبنغطي مؤتمر المناخ في دورته السبعة والعشرين عارفين أنه كل يوم بيكون ليه موضوع بالأمس كان يوم مهم جداً لأنه كان بيعنى بالشباب الموضوع بتاعه كان الشباب التحديات اللي بتواجه الشباب في هذا الملف أفكار الشباب ومقترحات الشباب للحد من تأثير التغييرات المناخية للتكيف مهم جداً أنه نسمع للشباب وإيصال صوت الشباب للقادة والمسؤولين وصناع القرار لأن بالتأكيد عندهم فكر مختلف التحديات كمان اللي بيواجهها الشباب نتيجة للتغييرات المناخية دور الشباب في العمل التطوعي ودي حاجة مهمة جداً لازم نتكلم فيها طبعاً كل هذه التفاصيل هتكلمنا عنها دلوقتي يا دكتورة أمال إمام المنصق الإقليمي للشباب والمتطوعين بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي بنورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك فان صباح الخير أستاذ محمد يا أهلا بحضرتك أهلا بيك في البداية زرف طبيعة مشاركتك في هذا المؤتمر الحقيقة أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر هو عضو مراقب بمؤتمر قمة المناخ وبالتالي بتأتي المشاركة من خلال تواجد وفد كبير جداً بيضم عدد من قادة الجماعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم بالإضافة إلى وفد من الشباب اللي أيضاً بيرأسه رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الدولي دورنا هو دعم للجهود المصرية في تنظيم هذا الحدث الكبير وأيضاً باعتبار أنه اليوم عندنا يوم خاص بيوم الشباب فأيضاً لنا دور في أن نصل برسائل خاصة تعني بدعم صوت الشباب دورهم القيادي في قيادة ملف تغيرات المناخية عظيم شاركتوا في كذا جلسة أعتقد حقيقة خلال اليوم كان لنا أكتر من مشاركة كان هناك اليوم الخاص بقمة رئاسة قمة المناخ المصري في أكتر من جلسة معنية بالحوار بين الأجيال وكان في مشاركات فيها ممثلين من الاتحاد الدولي من الشباب حول التكيف وأيضاً حول المواجهة هناك أيضاً كان جلسة خاصة داخل جناح المجتمع المدني هذه الجلسة كانت خاصة بالحملة اللي أطلقها للأحمر المصري اللي هي اسمها أبطال المناخ واللي كان فيها نوع من أنواع تمكين الشباب أيضاً هناك جلسة أخرى تم التواجد فيها وهي خاصة بالابتكار ودور الشباب أيضاً في توظيف الابتكار لصالح قضايا المناخ هذا عظيم جداً بما أن طبعاً محور كلامنا هو الشباب فكان فيه قمة تسبق هذا المؤتمر وطبعاً مؤتمر كوي 17 أو المؤتمر معني بالشباب وأفكارهم وأطروحاتهم إزاي كانت مشاركتكم وإزاي شفتوا الشباب المصري وهو عنده إبداعيات وعنده أفكار وعنده حلول خارج الصندوق زي ما بنقول لأزمة التغيرات المناخية حقيقة شكراً جداً للسؤال ده لأنه فعلاً أنشوفنا قد إيه السنة دي كان اهتمام الدولة المصرية بأنه يكون فيه مشاركة واسعة لقطاع الشباب مش بس أثناء قمة المناخ نفسها لكن أفردت لها ثلاث أيام سابقة لمؤتمر قمة المناخ كوي 17 زي ما حضرتك أشرت الهلال الأحمر المصري والاتحاد الدولي صريب الأحمر والهلال الأحمر كانوا شريك استراتيجي داخل هذا المؤتمر من خلال مشاركة وفد من الشباب والمتطوعين من الاتحاد الدولي يمكن كمان الاتحاد الدولي عمل مع الهلال الأحمر المصري عمل دعم لتواجد أكتر من 30 شاب من الدول الإفريقية والدول العربية علشان يكونوا متوجدين شفنا إزاي أن الشباب لديهم مش بس وضع أو أنهم يرصدوا المشكلة ولكن لديهم القدرة على أنهم يصنعوا التغيير يعني هما بيتحدوا القوالب النمطية للحلول وبيحطوا على طول على الطاولة كل أنواع الحلول الممكنة واللي هما نفسهم بيقضوها في مجتمعاتهم مختلفة دكتور أمال ثقافة العمل التطوعي هل ترى إزاي موجودة في مصر وإزاي الشباب المصري عنده قدرة لأنه يضحي بجزء كبير جدا من وقته يعني هي طبعا مسألة العمل التطوعي محتاج أن حد يكون بيقدر يستغنى عن جزء من وقته فشايفة إزاي الشباب المصري قادر أن هو يعمل حاجة زي دي قادر أن هو بيعمل حاجة بتفيد بلده في المقام الأول والأخير وبتفيد شعب مصر بشكل عام الحقيقة أنه دائما دائما نقول إحنا بنقول إن شعب مصر بالفترة معطأ وشعب مصر الكتلة الأكبر فيه هم الشباب وبالتالي التطوع أساسه في مصر هو الشباب والحقيقة أنه الفترة الأخيرة وجدنا قد إيه اهتمام من كافة القطاعات وأيضا اهتمام من الدولة المصرية بدعم تطوع المتطوعين شفنا قانون صدر في 2019 قانون المجتمع المدني لأفرد باب كامل للتطوع شايفين الآن جهود وزارة التضامن المصرية في إطلاق الاستراتيجية الخاصة بالتطوع فالحقيقة تمكين المتطوعين ده موجود شايفة إنه هل نسبة الشباب بتزيد؟ لا شك فيه إنه النسبة الأعظم من المتطوعين هم الشباب لأنه زي ما حدرتك قلت هو إحنا مش بنقول إنه هم بيستغنوا عن وقتهم لكن إحنا بنقول إنه هم بيوظفوا وقتهم أولا هم بيستفيدوا استفادة شخصية من حيث يسقل خبراتهم قدرتهم على التعامل أكتر مع المشكلات والتحديات إنهم ما يبقوش بيشتكوا على قد ما هم يكونوا بيعملوا ومساهمات فده واضح جدا بالنسبة لنا الحقيقة كمان إنه التطوع هو زي ما حدرتك قلت هو وسيلة من وسائل تعزيز الانتماء والمواطنة لدى أي شخص لأنك بتعطي وبتعطي بسعادة ووقتك بيكون مش بس للآخرين لكن الحقيقة بيكون أولا لنفسك والأسرتك اللي بتهتم واللي بتستفيد استفادة مباشرة من تواجدك في المجتمع المدني والتطوع عظيم يا ريت حضرتك تكلمين عن طبيعة الخدمات اللي قدمتوها خلال المجتمع الحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري بدعم الاتحاد الدولي صليب الأحمر الهلال الأحمر موجود بأكتر من يعني شكل زي ما بنقول طبعا متوجدين من خلال فرق الخاصة بالطوارئ اللي بتقدم خدمات لدولة الاحتياجات والهمم داخل المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء كمان لدينا شكل من أشكال الدعم اللوجيستي من حيث تواجد يعني زي ما بنقول الأدوات الخاصة زي الكحول زي غيره اللي ممكن جدا إنها تساعد في تعزيز الإجراءات الخاصة الاحترازية الخاصة كمان لدينا عدد كبير من المتطوعين المتوجدين الجاهزين يقدموا إسعافات أولية في أماكنهم لدينا جناح خاص بالاتحاد دولي صليب الأحمر الهلال الأحمر اللي هو بنعتبره نقطة طلاقي أيضا لكافة المشاركات الخاصة بالمجتمع المحلي في الدول الأفريقية خاصة وفي كافة دول العالم كمان كان لدينا زي ما قلنا مشاركة خاصة بدعم متطوعين شباب يكونوا موجودين أكتر من 30 شاب موجودين من دول أفريقية هم جزء من الألف شاب الحكومة المصرية على رأسها وزارة الضمان الاجتماع بتقضهم علشان يكونوا في تنظيم هذا المؤتمر وأعتقد ده دور كبير جدا بندعم فيه أنه كوب 27 هو كوب أفريقيا وبالتالي كان لدينا دور أنه ندعم من جماعيات صليب أحمر في كونغو في تواصل مع الجماعيات في أفريقيا مش بس تواصل احنا مش بس كده احنا حرصنا أن يكون فيه شباب متطوعين ضمن المتطوعين في وسط المتطوعين المصريين اللي بيقدموا خدمات كمان الحقيقة فيه دور تاني مهم جدا هو دعم بقى قاعدة المتطوعين العريضة الموجودة من خلال متطوع الهلال الأحمر المصري وإحنا كالينا شرف أن احنا في مرحلة سابقة استضفنا التدريب الرئيسي لقيادات المتطوعين المتواجدين في شرم الشيخ رظيم جدا جانب لا يقل أهمية طبعا ده مجود كبير جدا عملته لكن جانب لا يقل أهمية هو التوعية حقيقة التوعية هي أهم حاجة وهي أساس حل أي مشكلة ممكن أن نواجهها هل ليكوا دور طبعوي؟ هل فينا دواب بتعملوها؟ رائع الحقيقة أنه مؤتمر قمة المناخ تحديدا أمس أثناء يوم الشباب إحنا في جناح المجتمع المدني شاركنا واحدة من الخبرات فيما يخص قيادة المجتمع المحلي لمبادرات معنية بالحلول حملة اسمها أبطال المناخ أطلقها للهلال الأحمر المصري خلال الفترة السابقة هدفها كان تشجيع الشباب على أن يقدموا حلول تكون بتعمل أدرسنج أو بتضع اليد على مشكلة محلية داخل مجتمعاتهم وهم اللي يجدون لها الحل والحل ده يكون مبتكر وكان لنا دور في أننا نعمل لهم نساعدهم أنهم يبلوروا الفكرة بتاعتهم يقودوا فريق وعملنا لهم تدريب إزاي يعملوا قيادة مبادرات مناخية إدنا لهم دعم ممادي بسيط يسمح لهم بأنهم غير مشروط يعني مش مطلوب منهم أنهم يعملوا حاجات معلقة المبادرة بتاعتهم هما يقوموا بيها والمتميزين منهم جبناهم هنا حضرين معنا في الكابتوني سيفن وحضرناهم الكوي عرضوا المبادرات كلها حاجات رائعة جدا من أول موضة المستدامة المتطوعين الموجودين في بورسعيد إلى زراعة الأسطح والطاقة المتجددة وغيرها كلها بتخدم من أول القاهرة الأسوان في 26 محافظة محافظات المصرية بمشاركة 30 300 قائد متطوع أكترهم هما بنات بيقودوا هذه المبادرات المحلية يمكن أكتر من 60% من قيادات مبادرة أبطال المناخ بنات طيب كل حتة في مصر ده طبعا ده كل تأكيد طبعا يا فندم طبعا لما بنينا نتكلم عن التوعية بكل تأكيد أنتوا عليكم دور والإعلام علي دور حقيقة فعشان كده نستغل لهذا الأمر وحضرك موجودة معنا في سواء الخير يا مصر وتوجيه رسالة للشباب بضرورة وأهمية العمل التطوع الحقيقة أنا بقول لكل الشباب اللي معنا في عصر ذهبي للتطوع في مصر أنت بس تقرر وهتلاقي أنه هناك بيئة داعمة كما نسميها زي ما بيقولوا المطلوب منك أنك تبدأ بنفسك وكمان تشجع اللي حواليك لأنه كمان الدراسات بتقول أنه لو في في أسر أب أو أم متطوعين نسبة أكتر من 60% أولادهم هتلاعهم متطوعين فعايزين نحافز على عايزين نحافز على جنة وأجيال قادمة فرصتكم الآن لعمل التطوعي متاح منظمات المجتمع المدني وأيضاً المجموعات الفردية كتير بقت موجودة كل المطلوب أن ناخد المبادرة نختار المكان اللي نتطوع فيه لأنه وقتك من دهب ووقتك يهمنا إحنا طبعاً بابنا كهلال أحمر مصري مفتوح لكل المصريين لأن نحن متوجدين في كافة أنحاء الجمهورية عندنا فرع في كافة أنحاء الجمهورية عندنا أشكال من التطوع مش لازم كمان تكون متطوع جسدياً بنفسك لكن تقدر كمان تكون متطوع بوقتك أونلاين بالضبط عندنا كتير قوي تطوع مثل متطوع في كل شارع اللي هي متطوع حملة تبع لله الأحمر المصري بتتعلم كيف تطوع من خلال منصة التعليم الإلكتروني تتبع لنا وكمان بنخليك تعمل ماشنز وانت موجود في بيتك والأهم من ده أنك هتعرف تخدم مجتمعك وتخدم نفسك وقت ما يكون فيه صعب أن حد تاني يمد إيد المعاونة لأنه مش متضرب نخباناً كتير بشوف وقت حوادث وقت كرسة الناس تبقى عايزة تطوع لكن هم مش عنده المهارات فمهم جداً تقرر دلوقتي تاخد المهارات عشان تكون راضي في أي لحظة طبعاً نحن بنشكر حضرتك شكراً جزيلاً شارعتنا ونورتينا فندم الدكتورة أمال إمام المناسق الإقليمي للشباب والمتطوعين في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك